مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع اللي هو خاص لكل مربي أرانب يعني كما تشوف في العنوان تريد البدء في مشروع تربية الأرانب إليك أهم الخطوات للنجاح في مشروعك إذن أول حاجة يجب على المربي للأرانب أنه يحضر واحد أقفاص دي الأرانب والبيوت دي الولادة لأن تربية دي الناس اللي بغين يربيو في تربية الأرضية غادي إعياء وغادي حسو راسهم كي يعياء بالنسبة للنظافة اليومية بالنسبة للتشطاب وذكر الروائح الكارية اللي كتخليها الأرانب إضافة إلى انتشار الأمراض كالجرب إذن الأقفاص كما كتشوفوا كيرتاحوا الأرانب كيرتاحوا كيرتاحوا أنتم كما كتشوفوا فضالة ديانهم كلهم كيتجمعوا يعني في كلهم في إناء واحد كما كتشوفوا أنتم رأى إناء واحد هذا كيتجمعوا فيه وكتخلصوا منه من بعد إذن هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية يجب البدء بذكر واحد ووجوج النتوات لماذا؟ لأن المربي منك يكون عدبادي يخصوا ياخد تجريبة مشي تربية آرانب هي أنني يكون عندي الفلوس ونبدأ يعني بواحد العدد كبير ديان ديال الإناث وعدد كبير ديال الدكور ودكار ممكن أنكم تبدو بابيون بابيون مزيان بحالة الشكل هذا هادرها بابيون انتم تبارك الله هادرها دكار انتم هوا هذا شوفوا الشكل ليلو را بابيون أما بالنسبة للأنثى فممكن تبدو بالشانشيلا شانشيلا رأة معروفة الشانشيلا ممكن تاخدوها في هذا اللون هذا هكذا تكون هذا اللون أو أحد اللون غري المهم الأنثى خصوص تكون شانشيلا والدكار يكون بابيون هادرهم ما يعني اللي خدمت بيهما نائيا وحسيت بيهم حسيت بالراحة فيهم ومن الأحسن بدو بالرومي ما تبدوش بالبلدي إن الرومي كي كبر دغية دغية و المربي غدي حس براثه يعني دغية دغية كيربح غدي يعني غدي يتحمس غدي مني يشوف الربح يعني بواحد طريقة مزيانة غدي يتحمس أنه يكمل في المشروع كين قادية ديال يجب أن تزود الأقفاص بالعلافات والشرافات كما كتشوفوا معايا هادرها شوفوا العلافات اللي هنا هادر هادرها في المرحلة هادرها ديال غي شرابات عاديين ممكن أنكم تديروا شرابات بحال هادو كيكونوا بالحلامات ممكن تشوفوا واحد تيورا فيترا كل وحدة عند هالحلامة ديالها بغيتوا تديروا طاصة بحال هاده ماشي مشكلة طاصة عادية غي تكون قية مغصولة مزيان من بعد كان ندوزهم هادر العلافات هادو ديال الكبار ديال يسدع لهم ديالهم غي علافات هانتم كرامكية يأكلوا منهم علافات ديال الصغار هادر صوتهم غير راسي أي علافات ممكن أنكم تسعنوا بهم من شيء صدير ولا أي حاجة عنكم ممكن أنكم تديروا بحال مثل هاد العلافات إذن هاده هاده من جهة نقطة الخامسة وهي يجب شراء السيكاليم والعلف بالجملة يعني شريو خنشة ما تقفش شريو بالكيلو لأنه بالكيلو كيتيح أولا غالي الكيلو كيتيح نقولكم أتمينة الكيلو كيتيح بربعة درهم ونصف كيلك يبيعوتها الخمسة درهم وبالنسبة للخنشة كفيها خمسين كيلو كتشراء بما بين خمسة وثمانين درهم تتسعين درهم كتطيح تقيبا بخمسة وسبعين ريال خمسة وسبعين ريال كتقام رخيصة ما كتقامش بحال إذا شريته بالكيلو كتشريو بالجملة كتطيع لكم القادية الخاصة إذن هاده من جهة القادية ديال مني تشريو بشي خنشة ضروري أنكم تخزنوها يعني لفوها بشي ميكا أو لا على حسب الشتاء ما توصلهاش على حسب الرطوبة المهم حاولوا أنكم طريقة ديالتخزين تكون مزيانة ديال السيكاليم أو ديال العالف الناس غاي سوئون العالف ممكن أنكم تشريو ديال خنشة ديال ديال عفوا بالة ديال الفصة بحال هاتي الشكل هاتي درها فصة فصة يافزة ماشي فصة خضراء كي يلقى ديال تخزين ديالاتها ممكن أنكم ديروا واحد لميكا تبيرها ممكن أنكم تشريعوا الدورة يعني ممكن تشريو الشعير ديال بيزانة دونوا معايات الحويجة دورة الشعير ديال بيزانة بزيان كيف تهم واحد تسمين يعني بزيان الخبز الكارم ممكن أول تتاوى تخزنوه مصر ميوش خبز كارم ما كي يأكل خبز كارم وكي أعطيهم واحد يعني اللحم كي تزاد من الخبز الكارم لأن فيه الخميرة كي نعود قضية أخرى وهو يجب أن يكون مكان المخصص للآرانيب يعني مهوي ما يكونش مخنوق ما فيه لا شهر جمب لا باب لا والو غي فيه واحد بيب صغير ورقة تدخلوه صفي الضلمة لا ضروري أن الأشيعة الشمس وصلهم ضروري أنهم يكونوا مهويين باش تذيك الغازات اللي كتكون دي الأنيميا متأتش عليهم يعني ضروري يكون المكان مهوي كي نقضية أخرى خاص الأرانيب يكونوا بعادين على الحيوانات المفترسة كي لتصالف المشكل دي الحيوانات المفترسة مثل الكلاب عزكم الله حشكم كي بالنسبة للقيطات كذلك ممكن أنها تفترس الأرانيب الصغار مهم حاولوا أنكم تبعدوا الحيوانات المفترسة على الأرانيب ديكم كي نقضية أخرى عند شراء الأرانيب يجب أن لا يكون فيهم أرنب واحد يكون فيهم مريض يعني ما يكون ما يكونش غير واحد يكون بالأحرى يعني ماشي 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 نجيب انتا يقول شي مزيانين ولكن واحد منهم مريض إلا كان واحد منهم مريض كنوا متأكدين أن الأرانيب كي يخدوا العدوى وبين هاد الأبراد اللي كتصيبهم يعني منين تكونوا كتشريب شوفوا الأرنب ما يكونش فيه جارب أول حاجة العدو دي الأرانيب هو جارب ما خاصش يكون فيه شي منطقة خالية من الشعر مثلا جيت نيفو إحدى الرجلين ديولو شي منطقة من الجسم يكون مكسي كله بالشعر والعين ديالو ما يكونوش طايحين يعني ما يكونوش يخصي يكون العين ديالو براقي ما يشوفلو فعيني يبرلك كي يشوف فيك هاد الأرنب كتحس بيه ديالراء صحيح كي نقضية أخرى ما يكونش الأرنب وعندوه صيلا في الأنف ما يكونش مريض بالزوكرا آآ الزوكرا مرة اللى كيكون كيكون الأرنب صافي غيه تودع معها كين آآ مرض آخر وهو الكوكسيديا لكواكسيديا تصحوها ما تصمواه وين المرض لا المرض ديال الكوكسيديا هو إن الكرش ديالو كتكون جارية يعني الفضانات كتكون ماشي حب مدور ولكن كتكون على شكل سائل أسود لدينا نقطة أخرى وهي الأخيرة يعني يجب اختيار الأرانب في السن ديال 6 أشهر يعني ما تجيبوش أرانب صغار بزاف وما تجيبوه مش كبار لا، سول المربي كلوش حال عندهم ديال السن يعني غادي يكونوا قربين يولدوا، أنتم ممنين يجيبوهم يعني غايت زوجوهم غادي يكونوا قربين يولدوا ما يكونوا صغارين بزاف أقل من احنا نقولوا 4 شهور ولا لا يكونوا 5 شهور ماشي مشكي، 5 شهور ونص ماشي مشكي غايت يجلسوا عندكم واحد لمدة وغادي يولدوا عندكم غادي يكونوا ولفوا بالمكان وغادي يصدقوا لكم إن شاء الله في تربية ديالهم كينا قضية ديال الأرانب حاولوا أنكم متجيبوش الإخوة يعني حاولوا أنكم تشريوه عند الواحد وتسولوه وشهدوك الأرانب إخوة يعني إذا كان بطل واحد ما تشريوهم شريو شوية من هنا وخلطوا شوية من هنا إذا كانت تعرفوا شئ الناس كيبيعوا هاد الأرانب حاولوا ما تزوجوش الإخوة لأن زوج الإخوة شحان مواحد كيقول بلا أنا كين عندي إنتاج ولكن مع المودة غادي يحس بالفق غادي يقول بلاي الأرانب ديالهم كيخرجوا فيهم لا يصير تشوهات ما كيعتوش بزاف ديال العدد كيتلقاء الأمتة كتولد واحد تولد جوج تولد قائلة ولدس كتولد ثلاثة أما إلا خديثهم من عند بائعين مختلفين كونوا متأكدين أن الأمور كتكون على أكمل وجهه وكتكون على ما يرام إذن هذا هو الموضوع ديالنا كمثلا أنني حاولت أن نلخص لكم المشروع في نظرة شاملة لا أخصص لكم شي حاجة أنا راهز للإشارة نجاوب لكم على اللي كومنتر ديالكم الناس اللي ما شاركوش معنا قناة غادي يمتدعم ديالكم ما تنستوى بجير زر جيم تكيووا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة